في الحياة يعني ما فيش شك أن الفرص الاستثمارية في مصر كثيرة وواعدة ويمكن مؤخراً اتجهت الحكومة نحو الاستثمار الأخضر وده ظهر بشكل واضح من خلال تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر اللي شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم الهدف الرئيسي منها هو طرح الفرص الاستثمارية في مصر في خمس مجالات هامة مجالات زي المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية وأيضاً الاقتصاد الحيوي لطرح هذه المجالات أمام أو هذه الفرص الاستثمارية أمام كل من يرغب في الاستثمار الأخضر يمكن مفاهيم جديدة اقتصادية مؤخراً ابتدئنا نتعرف عليها وهي اللي هتساعد أكيد على يمكن المسج ما بين الحفاظ على البيئة وعدم استنفاذ الموارد وفي نفس الوقت تنمية اقتصادية معيني الحاجات دي كلها إيه والمفاهيم الجديدة دي معناها إيه هنتعرف عليها مع ضفنا وعلى طبعاً حصاد المنتدى وأهميته من ضفنا مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار محمد معتمد اللي بنوارنا في صباح الخير يا مصر أهلاً أهلاً سهلاً بحضرت يعني في البداية خلينا نتعرف على المنتدى وما تم فيه من جلسات وإيه المجالات اللي تم منقشتها وخلينا نتكلم عن الفرص الاستثمارية فيها طيب الفكرة بتاعت المنتدى كانت أيمة على فكرة أننا النهاردة بنطرح أفكار استثمارية جديدة الأفكار الاستثمارية الجديدة ديه ممكن يكون فيه قطاع من المستثمرين في مصر على دراية بيها وقطاع آخر بيشتغل فيها ولكن مش كل المستثمرين ده بالإضافة إلى أن إحنا ما كانش عندنا أرضية مشتركة لتبادل المعلومات مش كلنا عارفين إيه البرامج المتاحة فبنان عليه كان الهدف من فكرة أن إحنا نعمل منتدى نجمع فيه كل أطراف المنظومة نجمع فيه الجهة الحكومية عشان تقول لنا هو إيه السياسات اللي موجودة على الأرض والتي عملت بالفعل عشان تسهل فرص الاستثمار في المجالات البيئية والمجالات الخضراء جمعت عندنا البنوك والقطاع المصرفي عشان يتكلموا معنا على إيه برامج التمويل المتاحة وإيه المميزات بتاعة برامج التمويل ديه اللي ممكن المستثمرين يستفدوا منها الجهات الدولية عشان برامج الدعم اللي بيتم توفيرها من خلال الجهات الدولية سواء دعم مالي أو دعم فني لمثل هذه المشروعات جمعت شركات القطاع الخاص اللي هو المستهدفين بهذه الاستثمارات واللي احنا بنعول عليهم ان هما يبتدوا ان هما يدخلوا بقوة في هذه المجالات ويستثمروا فيها بقوة بحيث ان انت تقدري ان انت تنفذي فعلا على الأرض فكرة الاستثمار البيئي والمناخي استراتيجية مصر استراتيجية مصر للتغيرات المناخية عشرين خمسين حطت خطة طموحة عشان فكرة التكيف التخفيف من اثار التغيرات المناخية والتكيف مع هذه التأثيرات وبعديها مصر طلعت خطة المساهمات الوطنية المحدثة واللي كان فيها مجموعة مشروعات تقدر بحوالي 246 مليار دولار عشان نقدر نحقق الاهداف اللي تم وضعها في خطة المساهمات الوطنية بحلول 20-30 طيب المشروعات والمساهمات اللي مطلوبة دي هتتحقق ازاي هتتحقق من خلال المشروعات اللي هينفذها القطاع الخاص بناء على آليات واساليب الانتاج المستدام والانتاج الاخدر واستخدام التكنولوجيات الحديثة اللي بتمكننا من ان احنا نحقق تنمية اقتصادية ونحقق عائد وربح وفي نفس الوقت نبقى متوافقين مع البيئة ومقللين مبعاستنا الخاصة بالتغيرات المناخية وعملين تكيف مع القصار بتاع التغيرات المناخ الفكرة هنا تبلورت في المؤتمر لما جبنا كل اطراف المنظومة وقعدناهم مع بعض فابتدى داي يتكلم عن احنا عملنا ايه السياسات عشان نهاية المناخ الدعم عشان حضراتك تقدر تستسمر في المجال ده واحد يبتدى يكلمنا على البرامج التمويلية المتاحة واللي يقدروا يستفيدوا منها جهات دولية بتدت تتكلم عن البرامج والدعم اللي هي بتقدمه كمان كان فيه شركات قطاع خاص بتدت تتكلم عن التجارب بتاعتها وهنا الرسالة كانت بصراحة في تواجد شركات القطاع الخاص كانت اكتر من لها اكتر من وجه الواجه الاول ان انا كان لازم اقدم الرسالة ان المشروعات دي يا جماعة بالفعل موجودة على الارض ونجحة فبناء عليه فكرة ان انا مستثمر ممكن ان انا ادخل في هذا المجال بقدم له نموذج بالفعل موجود على الارض ونجح مش مجرد دراسة على الورق لا انا بقدم له نموذج فعلي اشتغل ونجح ويدر انه هو يحقق عوائد وارباح ويكبر الحجم بتاعه فبناء عليه انا اديتك النموذج من على الارض عشان انت تقدر تصدقني وتبتدي ان انت تفكر في الموضوع دي رقم واحد رقم اتنين حجم السوق اللي متاح كان لازم يبقى واضح قدام الناس وواضح من خلال الناس اللي بتشتغل على الارض مش مجرد برضو دراسات بتطلع او ارقام بتطلع لا كان لازم الموضوع يجي لهم من ناس موجودة على الارض وبتشتغل فبناء عليه لما اقولك ان انا شغال ونجح فيه سوق كبير جدا متاح الرسالة التالتة كانت ان احنا جبنا بعض الشركات الكبيرة والمالتي ناشنال وبعض الشركات الصغيرة الناشئة فان انا نديته الرسالة بتاعتك ان المجال بتاع السوق بيسمح ان انت تدخل فيه لو انت انتر برنوش او لو انت شركة مالتي ناشنال عملاق فانا النهار دا اديتك سوق كبير جدا متاح ان يدخلوا اي سيجمنت من المستثمرين متوفر في الاليات بتاعته بالاضافة الى ان الحكومة بنت سياسات وبنت الاليات تدعمك لما تدخل في هذه المجالات ان انا اقدر ادعمك لحد ما توقف على رجليك وان انت فعلا الاستثمار بتاعك يبتدي يبقى ماتيور انف ان هو حقق ارباح ويبتدي يشتغل ويبتدي حقق يعمل سوق انا بقى نسمع انا بعتذر عن شركات كتيرة جدا ستارت اوبس او الناشئة ويقولك ده فتح فروع في العالم كله هل استهدافكم النهار ده بيبقى للانتر برنوش او رواد العمال اكتر؟ ابو ساعد ريتك المجالات زي ما انا شرحت دلوقتي السوق بتاع المجالات البيئية والمناخية مفتوح من اول الانتر برنور لحد المالتي ناشئة لان انا بطرح الفرص الاستثمارية اللي عندي والراغب اي مكان حجمه في السوق بالضبط ولكن الانتر برنور والشركات احنا يمكن بنقول عليها الصغيرة والنامية الاسمول اندجروينج بيزنسز يمكن انا بديها اهتمام خاص لان الشركات الكبيرة عنده من القدرة ان هو يعمل الدراسات بتاعته وان هو يوفر التمويل وعنده اسم يقدر ان هو يروح به للجهات القطاع المصرفي والجهات الدولية وياخد بناء عليه التمويل ويوصل للدعم الفني وعنده امكانيات ولكن ده محتاج ان انا زقه عشان يقدر يقف ويقدر ان هو يكمل فيمكن هنا انا بديله برضو بعض اهتمام اكتر لان ده محتاج ان انا اساعده عشان السوق يبتدي عندي يبقى سوق فعلي وفعال وشغال وفيه منافسة وبعدين احنا هنا بنتكلم ما بين شركة صغيرة وشركة كبيرة احنا النهاردة احنا بنتكلم في دورة انتاج يعني كل واحد فيهم بيشتغل في مرحلة من مراحل الانتاج اللي تقدر تخليني ان انا اقول ان هم كلهم كل متكامل على بعضه مش ان انا بقول ان شركة ان شركة رواد اعمال او شركة صغيرة بتنافس شركات عملاق لا احنا بنتكلم هنا في سايكل كل واحد فيها ليه مكان وليه رول وكلهم بيكملوا بعض طيب سم حمد يمكن من خلال المنتدى انتو طرحتوا خمس مجالات استثمارية ونكلم على مجال زي مجال المخلفات مجال الطاقة النظيفة ونكلم ايضا على الاقتصاد الحيوي والسياحة البيئية ليه اخترتوا المجالات دي؟ يعني ليه شمعنا المجالات دي تحديدا في هذا التوقيت؟ هقول لحضرتك احنا النهاردة المجالات بتاعت الاستثمار البيئي والمناخي هي مجالات كبيرة جدا ومتسعة جدا ولكن احنا اخترنا ان احنا نركز في البداية على الخمس مجالات دول ليه اخترنا ان احنا نركز على المجالات دول لعدة اسباب السبب الاول المجالات دي موجودة عندنا في مصر والناس حاسة بالمشكلة الخاصة بيها فبناء عليه انت هنا بتشتغل على مشكلة على الارض بتتحول من تحدي الى فرصة رقم اتنين ان انا عندي المجالات دي ابتدى في الفترات الاخيرة يبقى فيها تكنولوجيات متنامية في العالم بحيث ان انت تقدر ان انت توطن التكنولوجيات دي هنا في مصر وان ان انت تقدر تدخلها رقم ثلاثة ان انا عندي في كثيرا من المجالات دي فيه انشطة لا تحتاج الى هذا الكم من التعقيد والتكنولوجيا الكبيرة جدا اللي تخليك ان انت تخاف ان انت تدخل في مجال معقد كده ولكن النهاردة نقدر اشتغل فيها من اول يعني زي ما بنقول عليه التصنيع التقليدي او الاعمال التقليدية لحد الهاي تيك تكنولوجي فالنهاردة انت حطيت مجال واسع طيب النقطة الرابعة ان المقومات بتاعة المجالات دي موجودة في مصر بكثرة خلينا اديك مثال لما بنجي نتكلم مثلا على فكرة الاقتصاد الحيوي فكرة الاقتصاد الحيوي او الصناعات القائمة على الاساس حيوي احنا بنتكلم هنا في الصناعات اللي بتبتدي تستبدل متخلات الانتاج بتاعتها بمدخلات طبيعية من الطبيعة ومنتجات حيوية بدلا من المنتجات المصنعة والكيموية صحيح تمام فالنهاردة مثلا لما ايجا اقول لحضرتك ان احنا عندنا احد الشركات ابتدت تشتغل على ان هي تصنع الباكتجينج ماتيريال حاجات بتاعة التقليف والاطباق والفوم بدلا ما بنصنعه من مشتقات البلاستيك ابتدينا نصنعه من مخلفات شجر الموز طب مخلفات شجر الموز متوفرة عندنا في مصر او متوفرة عندنا في مصر كده بنتكلم في حوالي 120 مليون طن سنويا صحيح شجر الموز بتستخدم مرة واحدة وبعدين بتاعتها فالمخلف بتاعتها كتير جدا نسبة المياه فيه كبيرة جدا بحيث ان انت ما بتقدرش تستخدمه حتى ان انت تدخلوا كواقوق وانا شفت ناس وشباب مصريين بالفعل يعني بينتجوا هذا النوع من بالزبط يعني الانتاج الخاص باعادة تدوير المخلفات في شجر الموز فيه اسوات بالزبط هتشتغل على حاجة المدخل بتاعت الانتاج بتاعك موجود ده بيسهله جدا فكرة ان هو يشتغل طيب انا عندي فيه قرار لدولة رئيس مجلس الوزراء في 2022 بادراج كافة انشطة المخلفات ضمن المشروعات القومية والاستراتيجية والتي يحق لها الحصول على كافة الحوافز المدرجة في قانون الاستثمار فانا النهارده قدرت اربط النشاط ده ان هو ليه مدخل انتاج موجود ومتوفر بكسرة المنافسة عليه مش قوية عنده حوافز استثمارية تقدر تدخله السوق وتدعمه فالنهارده انا بتدي تبنيل وتجربة نقدر نقول اللي احنا النهارده الدولة اصبح عندها بنية تحتية وبنية قانونية ومعلوماتية وفرص استثمارية متاحة للتحول لحوة الاقتصاد الاخضر واعتقد الهدف الرئيسي كان من المؤتمر هو طرح هذه الفرص امام كل من يرغب للمشاركة اعتقد قصة نجاح جديدة النهارده بتكتبها وزارة البيئة تحديدا بعد نجاحها في كوب 27 وبنتمنى طبعا التوفيق فيما هو قادم من خلال الفرص الاستثمارية البيئية المتاحة للتحول بشكل كلي للاقتصاد الاقدر بنشكر حاكي لأستاذ محمد دم اعتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار شكرا لجودك شكرا لحضرتك يا فاندام